السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخوتي اهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة اخرى في فيديو جديد من حلقات يعني او اجزاء اه ملء دي اس مئة وستون فكما رحظتم اه اذا اه دخلنا مرة اخرى للدي اس ترون ان هنا اه يعني لازال انكمبليت انكمبليت يعني اه لم يكتمل بعد فلازم يعني ان نكمل او نستمر في ملء اه باقي اجزاء او باقي صفحات دي اس مئة وستون وعندما يعني ننتهي ونرسل دي اس مئة يعني في المرحلة النهائية سوف تجدون ان هنا سوف تتغير هذا يعني الموضع او اه الستاتيو دي اس لكم الى ولكن في هذه الحالة لازال انكمبليت سوف نعاولو ندخلو باش نكملو نعمرو في الجزء اظن الرابع والخامس واتمنى ان ننتهي في الجزء الخامس باذن الله انفهم اخوتي اخوتي اذا اخواني اخواني اذن اننا يعني وصلنا الى هذه النقطة اللي هي هل لديك يعني اه زوجة او زوج سابقا اذا كان نعم فتضغط على يس وتضيف معلومات يعني كم من زوجة كانت لديك الواحدة او اثنان او او الى غير ذلك يعني كم المرة تزوج وتعمل يعني المعلومات اه التي ترون امامكم عند اسمها الاسم العائلي تاريخ ازدياد تاريخ الزواج متى انتهاء الزواج الى غير ذلك من تسبب الاشخاص الذين تزوجوا وقاموا بالطلاق عود تزوجوا المرة التانية الى غير ذلك مفهم اه اذا كانت لا ليس لديك اه زوجة وهذا سؤال يعني منطبيق على يعني تل الانتة مثلا سيدة لكانت فائزة في القرعة فهي كذلك اذا كانت سبق لها ان تزوجت من قبل وقامت بالطلاق وعود تزوجت فيجيب ذكر هاد الزوج ايضا بعدها يعني هنا اعمل مثلا هذا الشخص اه عازيب لم يتزوج بعد نعمل ننتقل الى المرحلة التانية او اه النقطة التانية الى وهي الاولاد هال لديك يعني اه سبق ولديك اولاد اذا كان لديك اولاد ربما من سيدة اخرى او اه يعني بحكم ان كنت متزوج من قبل تعمل نعم وتذكر او تاني كم عدد الاطفال لديك واحد اثنان او ثلاثة تضع هنا الرقم وتملأ الاسم يعني الطفل الاول او الابن اول اه التفل هاد يعني وتجيب هل هذا الطفل يعني لازل يعيش معك نعم ام لا از دي تشيل اميغريتين واشغالي يسافر معك هاد الابن هذا واشغالي تديه معك الامريكا فتجيب نعم او لا اذا كنت تريد ان يذهب معك الامريكا تضع نعم اذا كنت لا تريد اه يعني هنا عندما تضع السؤال نعم يمكن مثلا اه ان تضيف اه طفل اخر مهم فتضيف الطفل اخر تضغط على هذا الزر اديد الناظر مفهم اذا كنت لا تريد ان يذهب معك الامريكا وتضغط نعم اذا مجرد معلومات يعني بسيطة جدا اه لا داعي للقلق منها اذا هنا في هذه الحالة نضع نعم ليس لديه اطفال وننتقل الى النقطة الموالية او صفحة الموالية صفحة الموالية هنا اه 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 اترافل الى امريكا. اذا كنت سبق سبقا لك ان سفرت الى امريكا عن طريق فيزا سياحة او عمال او الى غير ذلك انتم تعرفون انواع تشهيرات. فيجب الضغط على النعم وتكمل اجوبة على الاسئلة. اه يعني اه وش يعني سبق وحصلت على اه يعني كما نقول او اه دمان اجتماعي او اذا كنت حصلت على هذه الوثائق تعمل ياس وتكتب يعني رقم يعني تشجيل الذي اعطوه لك هذا الرقم. اذا لم لم تحصل بهذا الرقم يمكن ان تضغط على هذه الخانة. وهنا يعني يكتبون لك تاريخ متى وصلت الى امريكا وتختار يعني اه هل من كم من شهر سانة شهر ثلاثة اسابيع اه يوم واحد يومين الى غير ذلك. مفهوم? اه اذا كنت لم تسافر اه قط الى امريكا تعمل اه اه هذي هنا سؤال تاني يقولونك هل حصلت على تشيره اه الى امريكا. اذا حصلت على تشيره تضغط على نعم وتملأ يعني معلومات لهذه تشيره. متى حصلت على هذه تشيره. ما نوع هذه تشيره. هنا ما نوع تشيره. يعني تختار يعني تشيرات متعددة ومتنوعة. اه تكتب رقم تشيره. اه اذا كنت لم تحصل على تشيره. وغالبات الاخوان يعني لم يحصلوا على تشيره. اه لحد الآن. فانا نتمنى ان يحصل على تشيره المورور الى امريكا عن طريق القرع الامريكية. اه هنا السؤال الموالية قلون لك هل سبق لك ان رفضت لك تشيره الى اه امريكا. اذا قلت نعم فتذكر عدتني معلومات اه او تشرح هنا يطلبون ما تشرح كيف ذلك. اه كيف شو مناش وبحالاش كما نقول. لم تحصل على اي اه تشيره تضعنا. من فهم الاخوان نمر الى المرحلة النقطة التانية والمرحلة التانية. على وهي لاحظوا هنا يا يعني العمل والدراسة وترينيك هو يعني بهم استاجات. يعني التداريب يعني الناس اللي دوسوا استاجات ديالهم. فهنا يا كتبون انا اول يعني عمل قمت به. شنو هو اول عمل خدمتين. لكن لكن هنا يعني اختيارات حديدة ديال المهن. مثلا هنا التقعود الباحث يعني الفيزيك الجيش يعني ربات بيت المهن القانونية الحكومة الهندسة يعني التربية يعني التعليم تربية والتعليم يعني الكوزينا والفود المطبخة الى غير ذلك الكمبيوتر الى غير ذلك. لما يعني باش ما نطولوش الفيديو اخوان اخواتي. كتختار مثلا العمل. مثلا هاد سيد هذا اللي احنا مثلا كان عمرو له. مثلا هو يعني اه كي خدم اه شان ديرو مثلا اه شوفو شان دير مثلا بيزنس كيدير اه كيدير تجارة. كيدير تجارة. فهنا هنقفو على على سؤال هذا بالضبط ديرو التجارة. فهنا الاخواتي اللي كيدير تجارة مثلا كيخدم عاشيم المحال او كيخدم عشيرة كشركة اللي كدير تجارة او بالاحرة كيخدم الراسو. يعني تاجير حر راسو. بما كيبيع اونلاين يعني فرانتير نيت فريلانس ولا كيدير تجارة حر الراسو. فهذه المعلومات اللي هنا يعني معلومات خاصة بالمشغيل يعني ديالك او ذاك المؤسسة اللي انت اخدم فيها الى غير ذلك فكت تكتب المعلومات ديالها والا والاولاد ريس والتليفون فين يعني زيبكو ديالها الى غير ذلك والدولة. مفهم? وهنا يالتحت يكتب سؤال اه يقولون لك هل يعني هاد العمل هذا اه حصلت على تدريب اه خلال سنتين كنت يعني حصلت على تدريب تعمل ياس وتكتب يعني اه عنوان يعني ديال التدريب والا العمل اللي قمت به. وقد تشرح يعني اللي هما شنو درتي شنو هما اللي طاش اللي خدمتي بيهم الى غير ذلك. ومفوقتها شخدمتي فيه يعني منين منين خدمتي في هات الخدمة اللي هات في العامين التالية. فهنا ما كنتش اخدتي تريني كدريب. مفهمة الاخوان. لابد مثلا هاد آه هاد الشخص هذا بالتي عادون عمره. آه. ديال هاو اندروكي بيشن. واش عندك شي آآ شغل واحد اخر شي خدمة واحدة اخرى. كانت عندك خدمة واحدة أخرى كتدير وكتعمر يعني يعود ثاني المعلومات آآ ديال هاد الخدمة شنو هم هما كتختار هنا يعني يعود هنا يمكنش تدير هنا يعني ما عنديش خدمة بالعكل تلتاني تريدتي عندك خدمة وحدة أخرى فغ an مشي تختارها مثلا كتدير شي حاجة وحدة أخرى لكن تكتدير تجارة كتتمشي تدير الفلاحة ولا كتدير وكتدير ولكتدير چاريتي في في الكمبيوتر ولا كاتمشي كتقرير في شيء مدراسة الى غير ذلك. مفهوم كانوا عندك عودتاني كتر كتزيد دين هنا يا ادي. مفهوم الاخوان? هنا مثلا غنديروا ما عندوش. اه 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 نفس سؤال كيقول لك واش هاد الخدمة هذي طلبت منك واحد ترينين اه سنوات الماضية. كتدير ياس. الى كانت ياس كتعمر عودتاني المعلومات. هوم شوف المعلومات اللي هذي سأتيothdr وكتدير اليطاش الذي خدمتي فيه Would you can do your own. وهنا الاغلبية كدير ناو. شنو اخر هنا اه ان ويت او كيبيشن. ديو انتن توراتينيو the USA فهنا دية ما هو العمل الذي تريد ان تعمل في امريكا فهنا رجاء تشوفوا هنا اياه لك النقاع كنقول لكم في في الفلة اسميتوا في الايف او في الفيديو هات تفادوا وتجنبوا لإجابة بـ Student لا تعملوا Student لأن القرعة الأمريكية هي عملت أو وضعت من أجل استقطاب ليد العاملة للعمل فعلاً غد جهنايرا غد قراء وفعلاً كما نصحناكم في الفيديوهات هنا هي السيرتون اللي عندهم يعني لاج صغير وعمار صغير يجوه لنا يحاولوا أن يكملوا الدراسة ديالهم في القطاع أو المجال الذي يحبه ويريد أن يبني مستقبله فيه فرجاء لا تكتبوا Student عندكم اختيارات عديدة هنا يعني كل واحد والمجال الذي يحب أن يشتغل فيه ديال الـ Business الـ Communication الـ Accounting اللي هي المحاسبة لأنتم لاحظوا هنا الـ Business الـ Communication الـ Engineering الـ Government آآ اللي قل هنا هادا هوم ميكر رابط بيت هنا تهدي حاولوا ما تديروهاش لأننا ما تجيش هنا يوجد قصف الضر لأن هنا غاي عارفين كغا تجي تخدم غاي تبعك كراء غاي تبعك مصاري بحد أخرى إذن اللي أبقيت رابط بيت آآ بالنسبة لبنت اللي غادي تجي ما تقول لهم شان غا نكون رابط بيت شكو اللي غايخدم عليك شكو اللي غايخدم عليك شكو اللي غايخدم عليك شكو اللي غايجي بلك المصاريف شكون شكون مفهومة الإخوان فالتالي ديرو شي اختيار ما تديروش غير شي لأننا عاطينك هنا هايش اختيار اللي غاديدير مثلا غاديدير الـ Business وقاعد دير الـ Business وخرج من باب واسع يعني هنا يجد التجارات والتجارة لها بحر والتجارة الإلكترونية والتجارة في المحل يعني عالم الرياضي مفهومة إخوان إذن غادي نعمروا هذه المعلومات وندزوا اللي طب الأخرى بإذن الله إذن بعد ما عمرنا هنا المعلومات أنا درس بلاد شخص هذا خدام راسه يعني كي يبيعوا شريا راسه وهناك مما قلت لكم كتكسب الاسم ديالك اللي أنا خدام راس كتكسب العنوان ديال دارك اللي نتساكن فيها والمدينة اللي نتساكن فيها والدولة اللي نتساكن فيها وهنايا دوش جاعت نكشي ترينين ولا لا ما قدرت لله ما عندي شي خدمة واحدة أخرى هنايا باش نمشي لأمريكا درس غادي نمشي نمشي نخدم في البيزنس يعني شتى أنواع البيزنس ولا ندير المهم أنا غير يعني كنعطيكم مثال لكم كل واحد والبروفايل دياله كل واحد والمهنة دياله كل واحد الهدف دياله شنو بغي خدمنا في أمريكا لكن تجنبوا أن تعملوا يعني لا داعي لي أن تضعوا هنا رجاء فهم إذن ننتقل إلى النقطة الموالية أو صفحة الموالية هنا في هذه الصفحة لازلنا لازلنا في مجال أين أشتغلت سابقا يعني أشتغلت سابقا لكن تشتغلت سابقا في شيء مجال غدير ياس وغد يسكسب فين فاش خدمتي مثلا خدمتي في شركة غدير رسمية هذه العنوان ديالها فين جسد المدينة الجيها اللي جس فيها المدينة البوستالية لها المدينة الدولة فين جات التليفون ديالها يعني ديالها الشركة أو إلا تعذر عليكم ديروا التليفون ديالها حاولوا تقلبوا شتى الطرق وما لقيتوش كعالتليفون ديروا شي تليفون ديالكم لأن هذه الخانات ضروري يتعمرها باش تعطيكم تدوزه لأن ما يمكنش تدوز هذه الخانات لأن ما عاد ينكون فيها بحال هذه دونوت ناو ولا داز نوت أبلاي ولا شي حاجة ما زال هذا ممكن أنت خدم في ذاك الشركة ولا في ذاك القيطاع ولا على حساب شنو وشكون هو هاد المودير ديالك ولا الرئيس ديالك عاود تاني الكنية دياله إلى غير ذلك وفقتاش أنت خدم في ذاك الشركة مثلا ولا في ذاك القيطاع ولا في ذاك المجال منين لين وفقتاش يعني ديت فروم تو يعني بديتي من نهار وشهر وشهر وسانة حتى لين مفهم تهبط شوية لتحت سؤال موالي يعني كيقولك هاد الخدمة هاد اللي انت خدمتها واش طلبت منك شي ترينين ديال سنتين كان ترينين كتدير يس وعاود كتحمر اللي يعني اللي تاش اللي دارتي فيك ترينين كان نو كتدير نو تخرج من باب واسع قلت هنا في هاد سؤال هذا يعني يطرحون عليك سؤال يعني هل حصلت على ديبلوم أو شهادة في المستوى التانوي أو الجامعي إلى غير ذلك فهنا ضروري الإخوان يعني اللي حصل على نجح في القرعة الأمريكية ضروري غيكون عنده واحد المستوى فضروري غير يس هنا يعطيناك الاختيارات لاحظوا الاختيارات الاختيار الأول هنا هي يعني أعلى مستوى قريتي عليه قريتي فيه يعني حصلت عليه ولا أعلى مستوى وصلتي له أعلى ديبلوم وصلتي له فهنا غير نقليكيو شوف الختيارات ولكن ماذا ما حصلتش على البكالورية يعني أنت حاليا هذا العام هذا ركز قراء في البكالورية وماذا ما حصلتش عليه وبالتالي هاد الإخوان اللي غادي عمروا الضئيس وهم لازلوا ما حصل على البكالورية فهذا هو الاختيار اللي غادي يدير لأن أعلى ديبلوم عندهم هو أنهم زكي قراء في البكالورية ولكن ما حصلوش عليه الاختيار الثاني هما اللي قراء البكالورية وشدوا غير البكالورية ممشوا وقراء لها في جامعة ولا هم يحزنون يعني أعلى مستوى عندهم هو البكالورية هذا هو تكوين المهاني الإخوان حصلوا على شهادة البكالورية ولكن عادي قراء لل يعني داروا من البكالورية تكوين المهاني وبالتالي غيكون هذا هو أعلى هم تكوين المهاني فالتالي غيبدو به لان اللي مشى قراء في الجامعة مثلا نخذ البكالورية دياله ومشى قراء في الجامعة ولكن ما خدش من تمت ديبلوم من الجامعة فغي دير وخد قراء مثلا مشى غيحة البكالورية دياله ومن ثاني داز واحد الأيام ولا واحد شهرة واسحبها فهو يعني مشى الجامعة وما اخذش من تمت شي دوغري مفهم هنا الاختيار الاخر هو مشى من بعض البكالورية مشى قراء في الجامعة واخد واحد دوغري متم اللي هي الإجازة أو الإجازة المهانية هادو كاملين كيتسم دوغري هنا هو أو فوق يعني الإجازة شي ديبلوم فوق الإجازة وغالبا مثلا في المغرب هو المستر وآدر هما شي حاجة الدكتوراه إلى غير ذلك وانتم تعرفون يعني شتى أنواع الدكتوراه فبالتالي سيد هذا مثلا غنديره آآ غنعطي مثال أنه مثلا قراء في الجامعة واخد ديبلوم دياله من الجامعة فغي يعطيني هنا الاختيار الباكالوريا وقراء في الغاب وتريد الجاكر يعني عندي جوج ديبلومات بنسبة للأشخاص اللي عندهم الباكالوريا وقرؤوا في جامعة وقرؤوا التكوي المهاني فغير ثلاثة يعني عندهم الباكالوريا وعندهم لإجازة وعدهم تكوي المهاني يعني غير الإجازة هو هي إجازة الغي يعني يعني أعلى من بعد من نbreaking بطوء لفوكاشين لسكول. يعني منه غيروا البكالورية. مفوق? اذا اعلى مستوى هنا مثلا ستكتب المؤسسة هذه الجامعة فينقريتي. انا غن دير جامعة سيد محمد مع عبد الله مثلا بفاس. اه فينجات هي مثلا ذهر مهراز. اه المدينة فاس. مثلا هي اه فاس بولمان. زيبكو ثلاثين الف. هي مروكو. فهنا يا كورس اف ستادي شنو هي الشعبة اللي قريتي. فهنا اذا جيتوا هنال هاد اليسار هاد شوفو شنو كورس اف ستادي. كتبي لكم هنا يعني 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 في البكالورية خصك تكون لهم الشعبة تدير اكاديمي. واحتفل اللي يقرأ والاستياغ تدير اه ولكن بالنسبة الجامعة او او اشي حاجة فقدير ذاك شعبة تخصص ديالك. مثلا هنا يا شعبة غن دير انا مثلا اما لالا بحال مثلا انا هعند دقريت الايكونامي غن دير الايكونامي. اه الناس غيديروا مثلا دروة فرنسي شوية غيديروا اسيانس الماثيماتيك غيديروا الكومينيكيشن شوية غيديروا يعني 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 تختار وهنا يمكنك الترجمة. يعني مثلا هنا سنقوم بإيكونوميك إيكونوميك إيكونوميكس ولكم يعني أنتم كل واحد يمكنك أن نحدث يعني بصفة عامة يعني كل واحد هو الشعب شنودرته 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 بمعض الباكالورية مفهم؟ وهنا يا الدقري اللي حصلت عليها واشي حصلت على إذن أو شيء يعني كملت درتي أدفانس الدقري وعني الجامعة رغم شتي دخلت لجامعة يمكنك تأخذ منها الإجازات تأخذ منها إجازات تأخذ منها الماستر تأخذ منها الدكتوراه إلى غير ذلك. مفهم؟ وهنا متى يعني تشجلت في هذه الجامعة أي سنة تشجلت يعني في هذه الجامعة انتهيته وحصلت على الجنية وحصلت على الجهازه مثلاً، ثم من حكم في المغرب يعتبر التrops Los Balance المهم هو أن تخذيه من فوق قرية تالين على ما أخذته يأخذيه على ثلاث سنين يأخذيه على أربع سنين يأخذيه على خمس سنين يعني قرية ثلاث سنين وقرية عامين وقرية المستر يعني سأخذي خمس سنين ولكن لا تنسى أن في الأول كسبت هنا مثلا يعني الإجازة خذيتي الإجازة عما يبغيتي لماستر غتتمشي تدير هنا يا الماستر باش يمكنك ديك الساعة غت تكون قريتي الإجازة خذيه حصلتي على الإجازة وعاد حصلتي على الماستر يعني جوج ديال فهم إخواني أخوتي إذن غادم لأهد المعلومات وأنا معكم إذن إخواني أخوتي فشمل أن هذا بالمعلومات أن شخص هذا حصل على البكالورية وحصل على الإجازة وبالتالي الإجازة هي أعلى مستوى عنده فهنا مثلا هذا السيد هذا قرأ فاس فهي السيدة محمد بن عبد الله دهر مهراز المعلومات فاس بولمان زيبكو 30 ألف مارروكو الشعب اللي قرأ قراء الإيكونومي حصل على ياش الدبلوم اللي حصل على باشلر دوغري اللي هي الإجازة باشلر دوغري هذي ممكن ترجموها يعني باللغة الإنجليزية وفوق تشقرها بداها في سبتمبر 2004 واخد الإجازة ديالو في 2008 يعني 13 شهر سبعة اخد الإجازة ديالو والديبلوم الثاني لأنها أنتم عمرت هنا عندي جوج ديبلومات كانوا عندي ثلاثة وغندير ثلاثة كانوا عندي ربعة وغندير ربعة يعني إجحال ما كانوا عندكم ديبلومات حاولوا تعمرهم لأنه غيفيدوكم في الجريبة وغيعرفوه وهذه الناس اللي بنهار مقابلة غيعرفوك أنه إنسان يعني متقاف وعندك ديبلومات بزايد وعندك يعني متمرز في الحياة وفي سوق الشغل وبالتالي غتكون كاليفي وكما تقولوا هذي الناس هذو هم اللي غدي محتاجينهم في هذه البلاد هذو هنا في أمريكا فبالتالي يعني ما تبخلوش اللي عنده استراجة يعني تجاريب كتر من سانة سانتين ثلاث سنوات ديروهم أما ذاك استراجة ديال شهار ولا شهرين ولا فأنا يعني مجرد رأيي شخصي آآ أنا شخصيا ما درتهم مش هذو اللي يدوز فيهم شهرين تلت شهور ولا تلت شهور صراحة الله ما دخلتهم في الدئس عمرت هذو استراجات اللي يدوز يعني سانتين أربع سانوات عد خدمتي اللي فيها مثلا عشر سانوات ولا تمانية سانوات إلى غير ذلك لأن هذوك كيكونوا ذا لغا جوتي قيمة مضافة لكي أخي أو أختي ننتقل إلى هنا إلى اللي هو يعني الباكالورية فرجاء الباكالورية ما نترجموهاش هكا نخليها باكالورية فشنو كتعني الباكالورية باللغة الإنجليزية هي هاي سكول ديبلومو فهنا مثلا هاد السيد هذا ما قراش الباكالورية في فاس مثلا قراش المدرسة هذي اسميتها آآ مولاي إدريس الأكبر مولاي إدريس الأكبر الأكبر بهم هنا يا ستريت دير مثلا حي الشباب حي الشباب حي الشباب مثلا نميرو حي الشباب وصافرها معروفة وفي نجاز جايز في المدينة ديال مثلا هذي واحد الفيلاج ماشي تام دينة وانا اعتم اه تعملت مدين هكا بس ان الناس اللي قرأوا مثلا في العروبية ولو بشي مدينة بلا آآ فيلاج بعيد عن المدينة باش يعرفوا شنو هي السيت وشنو هي العمالة وشنو هي اللي تبع لهم ذاك الفيلاج إلى آخره فالإخوان مثلا اللي كيعرفوا انها ريبات الخير هي تابعة الإقليم صفره وتابعة جهة فاس بولمان فهم فمثلا هنا يا سيتي ريبات الخير والسيت او اقليم هي تابعة الإقليم صفره مفهم تابعة الإقليم صفره والنس راك يعرفوا هشي دفعا اذا اخي او اختين تاكن تفجي فيلاج شوف الإقليم اللي تبع لي هذك العروبية ديالك ولي هذك الفيلاج ديالك كتبه ما كانت شي مشكل وكتكتب مثلا زيب كود كان كتديرو ما كانش كتديرها داز نوت ابلاي والتهنا يمكنك تدير داز نوت ابلاي ما كانت شي مشكل مفهم مفهمة الإخوان وعودتوني كتابت للتحس كتدير من روكو غي هنا كما قد لكم كورس اوف ستادي بالنسبة للبكالورية كتديرو اكاديميك يعني هوا هنا مش روح هاد شي كتبه لكم هنا هوا كورس اوف ستادي هاد هاد الجملة هذي ايو ضروري تقروها فور هاي سكول كورس اوف ستادي بليز انديكايت اكاديميك اور فوكاشيونل يعني في الهاي سكول ديبلوما يعني في الهاي سكول روح ضروري غدير اه اا اا اكاديميك اوكي فقدرنا هنا اي اكاديميك شنو هو الديبلوم اللي اخترت عليه هو هاي سكول ديبلوما اللي هي البكالورية تعني البكالورية ما نجيش نكسبان هنا هي بكالورية لا رجاء نديرو هاي سكول ديبلوما فوقتاش قرهة تسيد البكالورية قرهة من الفين وواحد يعني يبدأ في سبتمبر الفين وواحد وشت البكالورية في الفين واربعة مفهم اذا هنه مثلا هنا ما تدير ش يعني الفين وربعة خضئ البك يعني هند انه هنه يقدر انت الفين وخمسا يعني حد شيغلتي في البكالورية عادة في الغاليف اعفوان مفهم يعني الفين وربعة حصلت على البكالورية يعني سانة المواليه عدو مش ليفلا فىically مفهم وتقرأ ذيك الساعة مثلا الفين وخمسة ستة سبعة ثمانية يعني الفين وثمانية خديتي الإجازة والله يسهل عليك تقرأ الماستر تقرأ شي عوي جهدين واخرين مفهوم وهنا هالتواريخ يقولوا لي اخوان مني جبتي هالتواريخ هنا لكم معارفين يعني القرية كتبتها كتبتها في سبتمبر في شهر عشرة ديروا شي تواريخ اللي هم معارفين تفادا وغير ما يكون شي يعني جاي بشي عيد ولا بشي عطلة ولا بشي شي حاجة اللي ما فيهاش القرية مثلا لحد السبت الى غير ذلك وكذا ليكتهنا باش ما تكتبوش شي شي نهار جاي بالحد ولا بشي سبت غايكون يعني فعلا حطيته انتم مع شوائيا هو التواريخ يعني اللي درتي فقتاش بديتي القرية راه غايب يعني كل واحد راه عارف فقتاش وخاصة في المغرب يعني بين القرية فقتاش كان بده مفهوم الاخوان اذا هذا ما يتعلق بهذا المرحلة هذه ورجاء معلومات بالتدقيق كتبوهم بالتدقيق ما تغلطوش اي حاجة كتبتوها انتم مشتون يعني ده كنت غلطت هنا يدرت الفين وربعة وانا اكسبريت عملت ندير هاد الخطأ لان ما يمكنش هو هنا يحصل على الدر الي حصلها الاجازة في الفين وبرأة بعد الفين واربعة وحصل على الباكالوري في الفين وربعة اذن هذا خطأ كيفاش انت هى حصلت اي حصيت على الباكالوري في الفين وربعة وشي جلتيandez في الفين وربعة مستحيل ما كاينش دعا يعني حصلت على الباكالوري في الفين وربعة وسانة المقبلة عاد شجلتي باش تقرأ الها في اسميته في الجامعة مفهوم الاخوان وبالتالي هاد اخ هذا مثلا يعني كان ساكن في استعمال Genau Aquifical for Hitler يكون عنده واحد العنوان. وهذا ذاهبه اللي نبه هنا عنوان الي المؤسسة اللي في اطراق. وبتالي هيها بطل الفاسまた يأنها قارات ثلاث سنين تمها وبتالي خلالها واحد العنوان واحد يجintendo قم في اللازل من العنوان. هلي ديكوательно نكتبتي سواء كان كان الكراس فسكن عند يktor جامعي. تلح الحيال الجامعي الممكن يذكروا في العنوان اخي او اختي اختي رجاء. مفهوم اخوان اخوات اذا انتقلوا للخطوة الموالية. الخطوة الموالية هنا يعني اه بعض الاسئلة يعني اه هدو روتينية. غد نخليهم يعني في الحلقة الموالية وغد نجاوب عليهم باش ما يكونش في الفيديو طويل. يعني في جزء الموالي سوف تكلم عن هذه الخطوات اللي هي اه اسئلة روتينية. اه الاغلبية كتجوبوا عليها بلا لا 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 لا. فنخليوا الفيديو قادم ان شاء الله. الى هنا استودعكم. الى اه فرصة قادمة او الى فيديو قادم ان شاء الله. اه لنكمل ملء دي اس مائة وستون. سلام عليكم.